سلامتكم وينكم واشاء الله راكم بخير النس كله اليوم وصفتنا اليوم بشنا نقدم لكم المرقة الشيحة بشنا عملها في الفخار فالتنجرة هذي الفخار كما تشوفو هذي تجي في الفور وفي نفس الوقت تجي على الغاز اما معناها الغاز يعود هكا ضعيف على الاخر بالنسبة لي حبيتها هكا بشنا عمل على الغاز ونطيبها سلة سلة بالمناسبة هذي عملت حصيله صباح بكريم عثمانية هكا قلت هيا نعملها ونخليها هكا طيب في عقلها سلة سلة سهلة ياسر بالنسبة للمكونات الخضرة العادية الخضرة العادية اللي هي تماطم بطاطا فلفل وبصل بالنسبة للحم بش نعمل على الوش منيش بش نعمل ثوم بش نعمل جويسة الخضرة هذي اكهو بالنسبة للطماطم من الأفضل اني نقشرها منخلي هاش هكا بالجلدة متاحة مش نوريكم مالسيسة هذي منعرش يمكن الأغلبية معناها يعرفوها ومعناها مونيسبة للي ما يعرف هاش مش سهل عليكم معناها تكشير الطماطم تعملوها بالطريقة هذي بالسكينة معناها تهكت كما تشوفوا معناها العملية هذي بالطريقة هذي كتتهز القشرة ومتبقاش هكا معناها لازكة في الطماطم في الطمطم شوفوا كيفيش معناها تهز معايا القشرة مالسيسة للي هكا للي ما يعرف هاش للي يعرفها هنقوله يعطيك الصحة حاجة معناها بسيتة وتعاون في نفس الوقت شوفوا كيفاش تتهز معناها فيسع فيسع ومن افطرش اني معناها نقص برشة متماطم بايه بالنسبة للخضرة كيفاش بشنقصها بشنقصها معناها كبيرة بالنسبة للبصل بشنقصه على اربع البطاطا كيما تشوفوا بشنقصها معناها كبيرة بالطريقة هذي هي نفس الروسات متاع المصلي نجمو هكا تعملو هكا في الفورت نجمو وتعملوها مثال تنجم زادة نفس الروسات جيه في القلة بالنسبة لي بشنعملها هكا في الطنجرة متاع الفخار قاتوا وتشوفوا النتيجة كيفاش كيما تشوفوا الحم هذي كما بشنعمل ترفين عملت متاع اللوش وحليته هكا بشن تدخل فيه لفحات بالبيهي بالنسبة للفحات شنية بشنعمل فلفل اكحل كركم وشوية ملح الملح حسب الرغبة كل واحد كيفاش وشقو كليل بشنعمل شوية كليل مرح هذي هي لفحات هذي رشة الملح بالنسبة لي معناها راني من ملحش برشة كل واحد كيفاش انتي وحسب الرغبة كيفاش بشتملح وهذا الزيت كيما شوفوا عملت نص نص كاس هذيك الزيت وتاوا بشنخلطها مع بعضها بالطريقة هذي كيما قلت لكم معناها اللحم حليته شوية بالسكينة بشتدخل فيه لفحات بالبيهي تاوا بشنحطهم فالطنجرة اول حاجة بشنحط هكا بشنحط اللحم ونحط فيه لول مثل الطروف متاع البطاطا والبسل بالنسبة للفلفل وطماط نحاول هكا نحطهم من فوق خاطر معناها سهلين فالتياب وبش يساوت ماذا بش تسيب هكا الماء هذيكا معناها على الخضرة عز حاجة في الميكلة اني يطيب سلة سلة صدقوني جي فيها بنا معناها بنا غير عادية كيما قلت لكم معناها على الصباح ثمانية متاع الصباح وتقريبا حكاية ثلاثة سويع هي الحكاية كله معناها كيف ومثيها بس ساعة ساعا نطيبوا حاجة هكا ابنينة معناها سهلة وفي نفس الوقت تجينا ابنينة وكيما تعرفوا صحي صحي للفخار لهنا حتيتم كله كيما تشوفوا هذي اللي بقالي من الفحات معناها فالطنجرة صبيت عليه شوية ما بالكمية هذي كما هوش برشة كيما تلاحظوا ما ليش فيش نعمل برشة ما عليش على خاطر اللي تنجرة الفخار معناها تخلي الخضرة معناها تخرج هكا العصارة متاحة بكلها وتعمل هكا الماء منها فيها والتيب معناها منها فيها فعقلا ما تحبش برشة ما حاصيله هذي هي كيما تشوفوا قتا وتشوفوا معناها النتيجة بعد كيفيش راهي ما تحبش برشة ما وبالكمية بتاع الماء هذيكا بش يتيب الخضرة وبش يتيب الحم في نفس الوقت نحب مذبية نعمل هكا رشة الكليل اللي مهوش مرحي بالطريقة هذي نعطيني هكا نحبه هكا نحب منظر هكا في المصلي بصفة عامة بالنسبة لي بش نعمل زادة أستيوس هذي بابية كويسون بش نعمله على الفم متاع التنجرة بش نعمل جوست نقبة صغيرة بالسكينة وبش نحط لغطاء فوقها بالطريقة هذي كما تشوفوا كما تشوفوا الهنا شوفوا الماكي فاش معناها راني ما زدتش حتى كمية شوفوا وبريسك الحم بداي بداي يتيب والخضرة راهي طيبة بكلها البطاطا والبصل كله كله طيبية ولحم زادة كما تشوفوا الهنا حليت حليت فيه شوية حصيله طيب بالكدا وشوفوا معناها من داخل كيفاش حتى من السوس معناها نشوفه شوية واذا كانت لاحظوا شوفوا الخضرة معناها طيبة أمرها واضحة وصدقوني الريحة بنينة بنينة على الأخر كما تشوفوا سهلة حاجة سهلة بمكونات سهلة والنتيجة أروعة وهذا البلان بتاع المرقة الشيح كما تشوفوا عنها تشوف كأنه معناها مصلي في الكوشة عنها يشوفوا كيفاش ونفس بريسك نفس القوام نفس البنة بكل شي هو معناها طيب على الغاز أنا نسيش رشت المعد نوس هكا في الأخر تعطي هكا لون مزيين وبنا في نفس الوقت وكما تشوفوا حاجة هكا بسيطة وهكا وخرجت معناها بلاب نينة تجربوها ونصحكم زيدة تجربو التطيب فرفخان لهنا كملة وصفتنا ما تنسونيش من الجمجومات سرتوه سرتوه جيم جيم معناها اللايكات وبيش هكا يخرج الفيديو وما تنسونيش من المتابعة والاشتراك للناس هكا والتفعيل جرس للناس اللي جوا جدد وتنجموا هكا أي ملاحظات ولا حاجة هنو الانستغرام والفيسبوك والهناء نقولكم ان شاء الله ملتقانا في فرصة أخرى ورسات أخرى نقولكم بسلامة في الامان